في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تلموية كبرى في محافظة شمال سيناء تفقد نائب محافظة شمال سيناء هشام الخولي المرحلة الثانية من محور الساحل الذي يبدأ من تقاطع شارع الإذاعة وحتى جامعة سيناء وأشار الخولي خلال المرور على المرحلة الأولى من محور الساحل إلى أنه تم الانتهاء من عوائق البنية التحتية وتوصيل المرافق بالكامل ووضع طبقة للتأسيس لافتا إلى أنه يبقى الانتهاء من شبكة صرف الأمطار تمهيدا للرصف النهائية